الاكتواليتيت دي ما في كارتاجي جميعا كيما كنا منذ نهار الجمعة كنا حكينا على زيارة اللي أديها رئيس الجمهورية المركز الوطني البيداغوجي كيف شابت للشارع التونسيبا نهار السبت كانت عديد اللقاءات اللي أجراهم رئيس الجمهورية استقبل وزيرة العدل السيدة ليلى جفل استقبل سيد فاروق بوعسكر حكيو على الانتخابات استقبل سيد نبيل عمار اللي رجع وزير الخارجية اللي رجع من الجزائر واستقبل رئيس الحكومة ما هي أهم المواضيع سيماهر وسيبو البيبا مع سيدة ليلى جفل ولزيرة العدل نقرأه بانسوغ احنا ما نسمو حد شيء نقرأه بعض البيانات تناول اللقاء على وجه الخصوص دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوي ضد كل من أجرم في حق المواطنين والدولة لأن الشعب يطالب بالمحاسبة وتطهير البلاد في إثار محاكمة عادلة يطبق فيها القانون على الجميع على قدم المساويت وشدد رئيس الجمهورية في هذا الإثار على ضرورة البت في عدد من القضايا التي بقيت عالقة في المحاكم لمدة سنوات طويلة وعلى ضرورة محاسبة كل من يعمل هذه الأيام على تجويع الشعب بالمضاربة غير المشروعة والاحتكار للمواد الغذائية على وجه الخصوص وأشار الرئيسي لأن عملية المراقبة المشتركة التي قامت بها وزارات الداخلية والمالية والتجارة وغيرها أثبتت حجم الاحتكار والشبكات التي تقف وراءها وتختلق الأزمات بغاية التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع الاجتماعي باش نبدأوا بهذه قبل ما نمشيوا لنبي العمار وفاروق بوعسكرت أول تعليق مهر هو أهم حاجة في البلاد هذه اللي أحنا ندخل في الإصلاحات الإصلاحات يعني الإصلاحات الهيكلية وأنا كمراقب حسابي دي ما نقول اللي يحب يصلح يصلح المنظومة الرقابة الرقابة الأولية أهم حاجة اللي نستثمر فيها والرقابة اللاحقة والرقابة بتاع التصليح ثم ندخل في المعناها في اللي سانكشون السياسة هذي كفما عندي هيكل المتاعي تختم أحكيوا لي أنا كيفيش بش نصلحوا المنظومات متعنا متاع الخبز متاع المياه متاع الفلاحة متاع الاقتصاد متاع المالية متاع الصرف هذي اللي همني مبعد فما عندي هيكل المتاعي اللي يعملوا المناع عن الدولة هذوكم نأترهم ونعونهم ونعطوهم الامكانيات باش يديوا وظيفتهم أما الوظيفة فالدي ما نذكرها نتلمث نقول لهم الانجليز يقولوا كونتخولي والفرانسيس يقولوا كونترولي لكن هذا فهم وهذا فهم عند الفرانسيس كونترولي هي أعمل البوليس وقد لوش لقمال في شعر العباد وعند الانجليز كونتخولي هو متخزي تكونترول سيزير سوى متخزي هلنا عندنا منظومة اللي هي مش هفر المتخز ولا فرغ للاسانكشن بالنسبة لي نحب المتخز ولكن المنظومة اللي مش هفر سانكشن أكتر أبسوليما دون ماذا بي أنا تحكيولي شنو عملتوا بورمتخزي لسيكوين على خاتر كونتخان وما تخيزي ولمتي لفروت ولمتي لك ولمتي لك المتخزي معنا الترافיק لكي لك هذي لي مش قادرة فيه ماذا بيه الاستثمارات في معناه الاصلاحات الهيكلية اللي احنا مشتقين لهم برشا على خاطر ما كانش المال يصبوهم من فوق يتفقف رغم اللوطة على خاطر المنظومة الكل فيها ثغرات. ماهر عليش حتى التوى ملقينيش حل الاحتكار حسب رايك. منظومات الكل في وسطهم منظومة فساد اللي هي بشتاخو موقع. كي انت المنظومة متاع المتريز مش موجودة. منظومة فساد مد عروقها ويدخلوا الاسبيكولاتور ويدخلوا اللوبي ويدخلوا الاحتكارات ويدخلوا معناها ذوي النفوذ ويحتكروا مجال كبير من السوق ومجال كبير من الارادات ومجال كبير من النفوذ وهما يدوروا المنظومة لهم هما. دونك اليوم اذا كان انتي معندكش مفهوم متاع رقابة لأي معناها مسلك اللي ينتي بشتاخده ما تنجمش ما تخليش هجمع هذوما يستغنيو. واكبر رأينا اه معناها مضاربة اللي تخلقني هو المضاربة في الاراضي اللي هي غلات السوم على المواطن التونسي. مش الخبز. انقب اني ف 저희 اللي واجه عن المواطن تونسي هو الكرة هو للنتريس هو سعر الارض هو سعر البنية هذيك. هذيك 활동ين انحارب المضاربة على خطر هذيك تضرب على قليلة 50 60 في المئة معناه ستوش المواطن duplicate به خبز ليانوا هو ليرمزية الخبز. رمزيته. العتفل يعنيه الاثار الكبير هو سعر الليل في تعامنا معناها ولا مشت سعر البني ولا مشت سعر الاراضي ولا مشت وذاك المنظومة ليزầu بن하اربها. فقط اطلاف هلهopt هانه شنقول دي ما زمن انتخيله راهو الكيفاشة wagم Pressing دينار اسم باربع مي وخامسين دينار وشوف سوم الغالا قديش يBen نبدأ بتلحيات الام القفب للمنطن سيقدش شوف لكريم تاع برثو مين كدش شوف لايس circumstance قديش كيفاش عايشة واغمسية وقت اللي احنا عانا سمي باربع محامسين دينا